ده فيديو سريع حبيت اتكلم فيه عن نصائح مهمة ونصائح تخص كل برج من الابراج الاسبوع الثالث من اول النهاردة من اول يوم 22 22 2022 لحد مدة اسبوع هنقول نصيح هتخص كل برج من الابراج طبعا شاكلي يا جماعة مرهك اشان انا في الجم بصراحة كنت بلعب بتاعتي فقلت كنت محتاجة راح شوي قلت ما نعمل استغيل التايم ده ونعمل لايف طبعا يا جماعة النهاردة يوم المفروض الطاقة بتاعته عالية يعني انا بص هنا الكلام ده سمعته بصراحة من ناس بس يعني اقروا قصورة الواقام ادعوا دعاء نفسكو فيه تمنوا امنية تخير الحاجات اللي نفسكو فيها وان شاء الله بازن الله ربنا يحققها ويكون عندكم او فرصة كويسة ان انتو تقابلوا شخص كويس ان انتو تروحوا الوصيفة اللي بتحبوها ان انتو تتقابلوا مع السولمات بتاعكم ان انتو يجيلكوا فلوس كويسة تشتروا عربية اللي نفسكو فيها تعملوا حاجة حلوة فيعني dream يعني او imagine او ادعوا ربناك كتير جدا جدا. طيب خلونا نبتدي بنصيحة مهمة جدا والنهاردة هناخدها نصائحة عاطفية يعني النهاردة مش منصيحة في الفلوس او نصيحة النهاردة هنتكلم عن الابراج والحب بالاسبوع ده. طيب خلونا نبتدي ببرج الحمل برج الحمل الفترة دي فيه توطر قوي جدا جدا بينك وبين الشريك بتاعك واضح ان انتو ممكن تكونوا متبعدين او متزعلين او متخانقين او متكلموش بعد وانت كل احتباح الموقف يعني انتو ممكن تكون متفكر في الانفصال او انت منفصل. نصيحة ليك ان هو ما تندفعش يا برج الحمل بلاش اخذ اي قرارات مندفعة او متسرعة حاول انت تفكر كويس جدا قبل اي قرار بتاخده يعني don't take decisions بسرعة عشان عارف الحمل لما بيتخوروا بيتعصبوا بيزعلوا الناس ازاي منهم في برج الحمل محتاجين تفكروا كويس بالرغم من انا شايف ان الشريك بتاعك هو مستنيه تاخد انت الخطوة الاولى بس هو بيفكر فيك بس زعلان منك يعني انا شايف ان هو كان شخص خساس او sensitive بيزعل بسرعة بيزعل بسرعة فهم اداء منك واخد موقف ومش عايز يمشي ويسيبك بس هو مضطر ان هو يعمل كده علشان هو شايف ان انت انت يعني هو شايف ان انت ظلمته او شايف ان انت تجنت علي برج الحمل الشخص ده ممكن يكون برجه مائي يعني البرج بتاعه برج حوت برج سرطان او برج سرطان او عقرب او برج ترابي قولولي كلام ده مظبوط معاك يا برج الحمل ولا لا يبقى نصيحتي ليك ما تاخدش اي قرارات بالانفصال لو هو اتكلم معاك ادي له فرصة ان انت تسمعه وبلاش تهور بلاش اندفاع بلاش انا عارف برج الحمل يا جماعة لما بتعصب ويساكب بيتعصب ويقول كلام يزعل بيقول كلام ممكن يجرح اللي قدامه جدا فdon't take these decisions يا برج الحمل في حد بقول انت في الجيم بصوص ده هما ده المكان متاع الكلاس فانا يعني استغلت الموقف لما الكلاس خلص فقلت ايه الناس نزلت فقلت اعود شوية طيب نرجع بقى تاني يقولولي يا حمل فالة ان عندك مشاكل عاطفيه الفترة دي وانت والبورتنر بتاعك بتشده في شعره بعض ولا لا تاني حاجة برج الطور برج الطور شايفاك وقف مود الفترة دي يعني انت يعني انت اللي بتبعد عن البورتنر بتاعك بلا سبب شايفاك مشغول في الشغل بتشغل نفسك بحاجات تانية بس انت مقصر في حق الشخص اللي بتحبه يا برج الطور هو ممكن يكون زعلان منك او متأثر منك او حاس ان اللقه بقت بردة مقاش فيها شغف محتاج الفترة دي ان انت ترجع لشغف لحياتك العاطفية يا برج الطور يعني محتاج تهتم بالشريك اكتر تحاول تقوله كلام حالوي تحاول تشغله باله انها شايفا ممكن يكون الشريك العاطفي بتاعك او بورتنر بتاعك متضايق منك او يعني اي شايف ان انت مابتتهمش به زي الاول ودي حاجة مضايقة جدا جدا فانا ميبوينت ان انتوا محتاجين يا برج الطور ان انتوا تضيفوا المزيد من الشغب في العلاقة دي تحاول بقى تعمله حاجة مفاجأة تعمله حاجة تفرحة واعمل حاجة جدي ذي خاول تجدد في العلاقة العاطفية التى فيها يا بورج التور ل comit that's not unicorn ألع Wideth an edge of your work التي تجوزered الجردة أيضا شايفته أن الشريك يمكنك الحصة جميلة عند outer يعني أنت في علاقة يمكنك لها انت ص människ اكت울 been a parent يمكنك أن يكون عنده شخص آخر يحبا عند شخص آخر لفت انتباهه فهو ليست مركز أيضا جيدا على السبب أنه يمكن لرغط من 되는데 لو كانتهم فيvärm Shock 3 لأن إنت يمكنك، لا تهتم Jabove الإعتمام الذي يرت pregunta طيب ندخل بعد كده على برج قولوا يا تورس انت فعلا الفترة دي حاسس ان في برود عاطفي بينك وبين البارتنر بتاعك وان انتو مش احسن حاجة في الدنيا ولا لا قولوا بتفرج عليين فين وانتو برج ايه ندخل بعد كده على برج على برج احنا خلصنا ايه تورس اه ندخل علي جوزاء جوزاء يا جوزاء شايفها عندك فرق عاطفي لأسف الجوزاء يشعر ان هو وحيد تشعر ان انت يعني ما عندك وحد يهتم بيك او انت مش تلاقي الحب في حياتك او حتى مرتبط بشخص انت حاسس بواحدة في العلاقة علشان كده نصيحتي اكتر لبرج الجوزاء حاول تقرب من الشريك بتاعك حاول تتكلم وحاول لو حاجة مضايقك منه ان انت تعبروا عن الحاجات المضايقة منه حاول تتكلم معه بصراحة حاول تكون اكثر ذكاء في التعامل مع شخص اللي بتحبه لان انا شايف فيه يعني فيه زيك زي برج التور كده فيه هجر كده فيه برود في العلاقة بس انا شايف ان البرود انت السبب فيه برج الجوزاء او انت اللي حاسه اكتر يمكن البارتنر بتاعك او انت مرتبط ومهتم بيك خاصة لبرج ترابي وبيحاول اقرب منك بس انت حاسس بفراغ عاطفي وحاسس بوحدة شديدة وحاسس ان انت لوحدك وحاسس موظم برج الجوزاء ممكن يكون عندك انفصالات او عندهم يعني فترة دي وحدة انت حاس ان انت وحيد او يا برج الجوزاء فانا نزحت ليكو حاولوا ان انتو يعني يعني حاولوا تهتموا بالبارتنر بتاعك لو انتو مرتبطين خروجوا قبلوا ناس خروجوا برا جو الوحدة انتو بتكرهوا الوحدة وتكرهوا ان انت تبقى لوحدك تحاولوا تنطلقوا تشوفوا ناس جديدة تتعرفوا على ناس جديدة انتو توبع كم تقط Melomon تريدهمهم حاولوا يتق한 عندي عين واوعين ايوه فعلا عن دي عين واوعين واوعين وعمل العمل هو فور جديدة حتى يعني يجبوا دا área عشان كان ما ندرسي الكاصر دا وده وده سنانا ودهي سنانا وده سنانا من ضمارة على شكل سنانا يتغير دائب ندخل بعد كدا على برج سرطان سرطان ده أسبوع حلوة جدا بالنسبة لك عطفيا شايفك بتحاول تقرب من الشريك بتحاول تفهمه عندك مشاكل نفسية الفترة اللي فاتت كتير جدا جدا المشاكل المادية إلا أنت الفترة دي رفعت راية السلام وبتحاول تفهم البارتنر بتاعك بتحاول تقرب منه بتحاول تعرفه أكتر بتحاول أن أنت تحتويه أو عايزه يحتويك فإنت الفترة دي في فترة يعني أنت بتهتم بالبارتنر بتاعك ومحتاج منه بس أن هو يهتم بيك زي ما انت بتهتم بيه مثلا شايف الفترة دي عندك طاقة حب كويسة استغلها بورج السرطان حاول تقرب من البارتنر بتاعك حاول تفهمه أكتر حاول تتعرف عليه أكتر يا جماعة سمعت قنام شوية عجبتني قوي كان حد معادي مشغلها جانبي يعني الناس المصريين يعرفوها بس بترقص قوي أنا طلعت برة الموضوع بس أنا عايزة تفكر اسمها إيه؟ زغروطة يا قبلة سقفة عالطبلة ننننننننننننن انا عايزة عرف اسمي الأغنية دي شها عجباني قوي اسمها سقفة عالطبلة زغروطة يا قبلة معرفش بس دحكتني قوي كلمتها دحكتني لو أي حد يعرف الأغنية اسم الأغنية قميمة غني هيقولي طيب فيا سرطان استغل طاقة الحب اللي قدامت للي هي معك دي ان انت تقرب من بارتنر بتاعك ان انت تفهمه أكتر قرب من صحابك يعني حاول ان انت تطلع طاقة الحب دي بطريقة ايجابية البرتنر بتاع برج السرطان ارجوك ما تخزلش برج السرطان الفترة دي لان احنا ما صدقنا ان السرطان عطفية ان يبقى افضل لحاول تصبورته وتقف جامله قولوا يا سرطان فعلا هل البرتنر بتاعك الفترة دي علاقتك بيه كويسة وبتتحسن وفي تحسن فيه هدوء وسلام كده وعدد استقرار ولا لا طيب يا جماعة بليز عايزة كل الناس اللي عندي تعملوا لي لايك للفيديو وشان فيديو يوصى لأكبر عدد من المشاهدين وعملوا شار بليز على الصفحة الرئيسية بتاعتكو علشان الناس التانية تشوف الفيديو يستفيدوا من الفيديو النهاردة بنتكلم عن الطاقة العطفية لكل برج من الابراج من اول النهاردة 22 22 22 وزي ما قلنا ان تاريخ النهاردة تاريخ مميز كل راحب يقولي نفسه في ايه يعني لو قلتلكوا تمنوا امنية في هذا اليوم الطاقي تختار امنية ايه انا اتمنى ان شاء الله ان انا اشتري بيت كبير عشان الكلاب بتاعتيه نحتاج احطهم في جاردن كبيرة ويعني نفسي كمان ان انا البيج بتاعتي تكبر واشتهر اكتر وعمل برنامج خائري وعشان كده انا كنت كتبة ستوري بسأل لو اي حد سبونسور احنا بنظهر على سبونسور يسبونسور برنامج خائري في رمضان عايز اعمله بصراحة يعني فاو اي حد عنده انترست دي ساعدني في موضوع ده ياريت تعرفوني طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج الاسد برج الاسد شايفك ساكن شايف عندك مشاعر كتير شايف عندك كلام كتير انت مش راضي تطلعه مش مخبي مشاعرك يا برج الاسد في هذه الفترة شايف ان في شخص مستنيك تتكلم يا برج الاسد مستنيك ان انت تتحرك يعني لو انت single او لو انت منفصل الشخص اللي انت بتفكر فيه هو كمان محتاج منك فرصة محتاج ان انت تتكلم تعبرا مشاعرك مشكلتك يا برج الاسد ان انت قاعد مستني ومستني حد ييجي يقولك يعمل كل حاجة لا أحيانا أنت كمان محتاج أن تلعب هذه الألعاب يا برج الأسد ومحتاج تتكلم فأنا شايفة أنت حتى لو أنت مرتبط في مشاعر أو في كلام عايز تقوله للبارتنر بتاعك أو للشخص اللي أنت مرتبط بي تكلموا وقولوا قولوا أنا متداء منك واحد اتنين تلاتة أنت عملت كذا كذا ما تسكتوش عبروا عن مشاعركوا أحيانا الفرص بتروحوا ما بترجعش فأنت عندك فرصة عاطفية قوية جدا يا برج الأسد لو استغلتها أو لو أخدت خطوات إيجابية هتنجح فيها بس أنت ما بتاخدش أي أكشنز فمحتاج تاخد هذه الأكشنز يا برج الأسد هناك شخص ينتظر منك كلام حلو فبليز يعني تيك ديس أكشن قولوا لي يا أسد فعلا هل أنت حاسس بمشاعر أو كلام عاطفي أو كلام غرامي يعني مقفول هو قلبك ونفسك تطلعه ولا لأ ومستني الفلصة وخايف تتكلم وتخسر الشخص ده طيب نتكلم بعد كده على برج العزراء برج العزراء يا برج العزراء يعني للأسف برج العزراء الفترة دي عنده ستراش شوية يعني حالتك النفسية أن أنت ثقتك في نفسك مهزوزة للأسف العزراء الأسبوع الثالث من شهر فبراير مش أسبوع حلوية يعني أسبوع متوتر أسبوع فيه قلق فيه طاقة خوف فيه طاقة أنت خايف تاخد أي أكشنز خايف حاسس بواحدة حاسس فراغ عطيفي حاسس أن أنت وحيد حاسس أن أنت مش عارف تحمل حاجة مش عارف تاخد قرارات ومهزوز في اتخاذ أي قرار يا برج العزراء شايفك بتشعر يعني أن أنت يعني فيه شخص هجرك أو مش يوسيبك أو بعيد عنك وإنت مجروح من البعد ده عندك معجبين كتير وعندك شخص جديد هيدخل حياتك بس ممكن تكون ظروفه مش متنقية معاك متلقمة معاك يا برج العزراء وحاسس أن أنت خسرت البارتنر بتاعك مش عارف ترجعه مش عارف تاخد أي أكشن وده محسسك بالألم وبالوحدة في نفس الوقت فيه شخص داخل عليك ممكن تكون أنت معجب به بس الشخص ده مش مناسب بالنسبة لك يعني عقليا أنت رفضه بس عاطفين هذا الشخص يعني شدك فيه كيمستر ما بينك وما بينه طيب إحنا خلصنا إيه عزراء نصحت لكم يعني حاول فترة دي أن أنت تفوق حاول أن أنت تركز في شغلك حاول أن أنت يعني تطلع طاقة الملل وطاقة الزعل دي في أن أنت تركز في حياتك ما تجريش وراء شخص القديم خلاص خذ موقف أنا أعمل النهاردة القراءة العاطفية لبورج العزراء حاول تنسى هذا الشخص أو تتناسى لحد ما تنساه اهتم بنفسك واهتم بتقطعك قولي يا عزراء فعلا هل أنت بتشعر بندم وبألم بفراء شخص أنت كنت بتحب ومش قادر ترجع له مش قادر تتكلم معاه ولا لا قولوا لي بتتفرجوا علي من فين أنتوا بورج إيه بليز عزراء كلكم تعملوا لايك أنا عايزة يا جماعة ألاقي دلوقت عشان فيه تحوالي 3700 شخص أونلاين أو لايف على لايف عزراء كلكم تعملوا شير لللايف على التايم لايم بتاعك عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين طيب ندخل بعد كده على بورج الميزان بورج الميزان عاطفين شايفة طاقة حلوة شايفة طاقة حب بطاقة اهتمام انت والبوردنر بتاعكو بتهتموا ببعض بتحبوا ببعض في مشاعر قوية في اعتراف بالحب كده بس في طاقة غيرة في شخص فيكو بيغير على التاني قوي قوي في شخص فيكو غيران وخايف على نهو يفقد التاني يعني الطاقة الوحيدة السلبية في قراءة بورج الميزان هذا الأسبوع هو الغيرة انتو مش بتغيروا من بعدها بتغيروا على بعض في حد فيكو غيور أكتر من الطرف الآخر يعني الطرف الثاني هتقدر الغيران عليك يا بورج الميزان علشان انت اكتراكتف علشان انت جزاب علشان انت حواليك معجبين كتير فهو حاسس ان انت حاسس ان هو وحيد يعني بس طاقة بورج الميزان مليانة حب في شخص كمان من الماضي ممكن يعود أو يحاول يتكلم معاك يا بورج الميزان وممكن شخص تبقى انت في بداية علاقة به بس الموضوع ما يكملش وتبعد عنه فعندك شوية لغباطة شوية في بورج الميزان خاصة الناس المنفصلة اما الناس المرتبطة فشايفة طاقة حب قوية شايفة فيه سعادة وانبساط طيب ندخل بعد كده على بورج العقرب بورج العقرب انا زيك زي بورج العزراء يعني كان عقرب وعزراء من اسوأ مش هاولى اسوأ بس يعني انتوا عقرب عندكم لغباطة عندكم قلق علاقتك بالبورتنر بتاعك لو انت مرتبط مش احسن حاجة في الدنيا فيها مشاكل فيها زعل فيها عدم استقرار فيها بعد فيها خلاف انت بعد ما بتشوفوش بعض فيه الطرف تالت في العلاقة فيه شخص بيحاول يبوص علاقتك بالبورتنر بتاعك يا بورج العرب الطرف التالت ده ممكن يكون شخص من بورج ناري او من بورج ترابي فحاول لو انت عايز تتمسك بالشخص ده الشخص ده يحبك يا بورج العرب ما تطلعش خلقك عليه ما تتعصبش عليه ما تدايقهوش حاول ان انت تحتويه حاول ان انت تحتوي المشاكل اهو اسبوع الصعب واسبوع مليان مشاكل ومليان حوارات بس انت لو ركست يا بورج العرب هتحافظ على هذه المشاعر يعني العلاقة متوترة بس الشخص ده بيحبك فحاول تلم الموضوع حاول تلم المشاكل حاول ان انت ما تكبرش المواضيع يا بورج العرب والموضوع هيمشي بس الشخص ده بيحبك او عندك بعجبين كتير وعندك رجوع لشخص من الماضي بورجه ترابي او بورجه مائي هيحاول ان هو هتواصل معاك او يلومك او يعدك او هيزعل منك طيب ندخل بعد كده على بورج ال ندخل بعد كده على بورج ايه اوكي برج القوس برج القوس شايف عندك حيرة في الخب هناك حيرة ما بين شخصين الشخصين دولت انت محتار ما بينهم بس انا شايف القوس عنده حيرة ما بين شخصين شخص مائي او ترابي او مائي او ترابي او هوائي عندك حيرة وشايف ان انت بتفكر بترجع للماضي او بتحاول الرجوع الماضي بس البرتنر بتاعت يا برج القوس قصي انا شايفان هو بيتلاعب بك او ان هو بيحبك بس هو مستنيك تاخد اكشن حقيقي اكشن صريح كده معاه بس انا شايفان محتار ما بين شخصين عندك طاقة حيرة قوية جدا او محتار ما بين رجوع او ان انت تمشي من علاقة بس في طاقة حيرة ما بين قرارين ما بين طريقين ما بين اتنين ما بين شخصين مسيطرة عليك كتير جدا جدا هذه الفترة يا برج القوس قولوا يا تور هل فعلا انت متردد الرجوع لشخص انت كنت بتحبه ولا لا او متردد ما بين شخصين انت معجب بحده بتحب بحد الحد من الماضي وحد من الخاضر ولا لا نصيح تليك يا برج القوس فكر كويس بلاش تجرح حد لان انت ممكن تكون سبب في جرح شخص بيحبك فبلاش تاخد قرارات متسرعة قرارات يعني مصرية سريعة او متهورة علشان ما تخسرش ما تجرحش شخص بيحبك يا برج القوس ندخل بعد قولوا يا برج القوس الكلام ده مظبوط ولا لا ندخل بعد كده على برج الجدي برج الجدي شايفك اه بتحاول تهرب من شعور معين في شعور بتحاول تهرب منه فيه مشاعر قوية وفيه طاقة حب قوية عندك يا برج الجدي هتحس ان قلبك بتحرك مشاعرك بتتحرك بس انت بتهرب من طاقة الحب او بتهرب من هذي المشاعر سواء بقى مشاعر حنيل للماضي مشاعر شخص جديد غير مناسب بيدخل حياتك شخص جديد بيدخل حياتك لان انت بتحاول تتهرب يعني يعني فيه شخص هيعرض عليك الحب او هيقرب منك شخص جديد او شخص معاك مسلا كان صديق هيبدأ يعترف لك بحبه بس انت هتهرب من المشاعر وهتمشي بان انت مش قادر تدخل في علاقة او عندك يعني عندك خايف ان انت تدخل في هذه العلاقة بس هناك شخص سوف يشغل بالك هذي الفترة الشخص ده هتفكر فيها تلاقيك بتتخاطر معايا روحيا ممكن يكون شخص راجع من الماضي او شخص جديد بس الجدي عنده طرف تالت برضو يعني جاتل من الابراجل يعني انت ممكن تكون مرتبط بحد قريدي مرتبط او انت مرتبط وبتحب حد تاني او موجب بحد تاني فعندك طاقة ثلاثية اقولولي يا برج الجدي كلام ده مظبوط ولا لا وهل فيش فعلا شخص انت وتفكر فيه الفترة دي جدا لسه ممكن تكون لسه متعارق عليه الشخص ده شغل تفكيرك وشاكل قلبك ولا لا اقولولي كمان بتفرجوا عليا ما فين انت برج ايه طيب ندخل بعد كده على برج الدلو برج الدلو شايفاك بتتجاهل الحبيب شايفاك ان انت قررت تنسى قررت تمشي قررت تاخد طريق صريح اه ممكن يكون الشخص اللي بيحبك او البارتنر بتاعك بيحاول يرجعلك بيحاول يتكلم معاك بيحاول ان هو يعني او انت بس انت خلاص يعني انت حاسس ان مشاعر قفلت من ناحيته وانت قررت تتركز في شغلك تركز في حياتك تركز على نفسك فانت قررت تتجاهل هذا شخص وتحاسس ان انت مش شايفه هو زعلانه متداق وبعاية عليك ونفسه بفرصة بس انا مش شايفاك ان انت هتديره فرصة دي مع ان الشخص ده كويس وبيحبك بجد يا برج الدلو بس انت خلاص هتاجنور لان انت حاسس ان الشخص ده جرحك او دايقك او قل من كرامتك والموضوع ده دايقك جدا جدا فانا شايفا انه برج الدلو هيمشي مش هيكمل في العلاقة دي ان هو حاسس بالجرح او القلم او ان انت حاسس ان انت عاست ربيه حاسس ان هو ما خدتش كرامتك او حاسس ان الشخص ده جرحك فانت موجوع منه مش قادر مش قادر يعني تسامحه فانا شايفا ان للاسف الدلو ما عندوش رجوع للماضي باي حد بيسألني هال الدلو عندو رجوع للماضي فترة دي لا يعني انا شايفاك ان انت مقرر ان انت تركز في حاجات تانية او تركز على نفسك اكتر يا برج الدلو برج الحوت للاسف عندك اه حنين الى الماضي مشاكل كتير مع البرتنر بتاعك عدم استقرار شوية يعني مش مستقر شوية فانا بتمنى من برج الحوت انه برضو يهدى بلاش عصبية انت عصب جدا بلاش انفعالات بلاش اخذ قرارات مصرية او منفعلة شايفاكو متعصبين متضايقين عندكو حوارات كتير قيلة وقالوا كلام كتير بيتقال حواليكو يا برج الحوت حاولوا تهربوا متطاقة دي بلاش عصبية بلاش اندفاع بلاش تهور عندكو اسبوع مصيري وقرارات مصرية الاسبوع ده فحاولوا ان انتو تتزن وانتو بتاخدوا القرارات دي ارجوكو بلاش تهور وانتقامية والحوت بيتهور لان هو ايموشنا فبلاش تهور يا جماعة في حد بيقولي حلو الفلتر انتو مستخدمية والنعمة مش فلتر ولا حاجة انا قمت وقفت بصوا هاريكو قمت وقفت جنب الاضاءة فانو ورد ده جولد جيم يا سعاد انا في جولد جيم مين هنا مشترك في جولد جيم؟ فبرج الحوت الاسبوع ده ورده من الاسبوع صعبة طيب يبدأ الابراج اللي تركز لان اسبوعهم صعب شوية مش زي الابراج التانية برج العزراء برج التور برج الجوزاء وبرج الجوزاء وقلنا برج القوس برضو وبرج الجدي يركز كمان والدل والابراج دي شوية الدنيا مش احسن حاجة عندهم في العاطفة بشكركم يا رب الفيديو يكون عجبكو بليس تعملوا لايك عايزة الفيديو يوصل النهاردة ل 500 الف مشاهدة وعملوا شائر كتير كتير لان كلما بتعملوا شائر الفيديو بيوصل لعدد اكبر من المشاهدين I love you all بحبوكو وقولولي الطاقة دي متفق معايكو ولا لا وقولولي يا جماعة احسن توقيت نعمل فيه الفيديو وستنوا النهاردة فيديو بالليل باي باي باي